وزير الأشغال ويؤكد الحواج أن العمل جار بمشروع مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد في الصخير والذي يتم تنفيذه لصالح هيئة البحرين للسياحة والمعارض حيث يمثل إضافة كبيرة ودعم لاقتصاد المملكة لكونه يعد من أحد أكبر المراكز المختصة بالمعارض والمؤتمرات بالمنطقة وأحد أكبر المشاريع الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرا من قبل وزارة الأشغال من المؤمل الانتهاء من المشروع قريبا قفازات نوعية تشهدها مملكة البحرين في التطوير والتحديث في شتى مجالات الحياة حيث تسير باقتصادها نحو التنوع والانفتاح وذلك في إطار الاهتمام المستمر من قبل جلالة الملك المعظم ومساندة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هذا النمو الاقتصادي الذي تعيشه مملكة البحرين أظهر الحاجة لتعزيز الواقع التجاري في مملكة البحرين من خلال إقامة المعارض المختصة واستضافة المؤتمرات الإقليمية والدولية فنجحت البحرين في إنشاء مشروع مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد بمنطقة الإسخير ليسهمه في جذب مزيد من الفعاليات الإقليمية الدولية وتعزيز موقع المملكة على خارطة سياحة المعارض العالمية من خلال توفير كافة الفرص والمقاومات الجاذبة للمستثمرين والسياح لتحقيق نمو اقتصادي أكبر هذا المعلم البارز سيعزز موقع مملكة البحرين كونه يعد مركزا رائدا على مستوى العالم للفعاليات التجارية ويعد أحد أكبر المراكز المختصة بالمعارض والمؤتمرات بالمنطقة كما يعد أحد أكبر المشاريع الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرا من قبل وزارة الأشقال ومن المتوقع أن يستقطب هذا المركز العديد من المعارض والمؤتمرات العالمية مستقبلا ويتضمن مركز المعارض والمؤتمرات الجديد قاعات للمعارض وصالات للمؤتمرات والاجتماعات المعدة لاستضافة مختلف الفعاليات والاحتفالات والمناسبات التي جهزت بأحدث التكنولوجيا كما يتضمن عشر قاعات للعرض بارتفاعات مختلفة مما يجعلها المكان الأنسب لاحتضان المعارض العالمية ولإبرام الصفقات التجارية كما يشتمل المركز على عدد من المطاعم والمحال التجارية وغيرها من المرافق ويقام مركز المعارض الجديد غرب حلبة البحرين الدولية ويتم تنفيذ المشروع بتصميم معماري متميز وفق أحدث المعايير التصميمية ليكون مهيئا لكافة متطلبات الزوار والعارضين ويشكل إضافة متميزة لسمعة المملكة كوجهة رائدة في مجال المعارض والمؤتمرات طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين